لو انا بقى اقدم لربنا حاجة انا ازاي اقدم لربنا حاجة لم يليش علاقة بيه انا ازاي اقدم لربنا نوع من انواع العبادة وانا مش بعبط فيها طبعا هذا كمان بيشمل المسيحيين اخت رشا يعني اذا احنا مسيحيين والهدف من الصوم يعني بيتحول خالص عن الهدف اللي الله راسمه لحياته او الاسلوب اللي انا لازم اعبد في الرب انت كلمت عن العبادة في البداية طبعا بيتغير بيتحول فيفقد معناه وهذا بينطلق على ينطبق عليك اي انسان كمان طبعا العبادة لو مش بتنبع من جوه القلب فقدت معناها ما ينفعش ان انا اروح اقدم لربنا حاجة علشان اتقرب بالصيام الصيام هو نتيجة ان انا ليه علاقة بربنا لو ما عنديش علاقة بربنا يبقى ما فيش سيام ينفع ولا اي صلاة ولا اي حاجة خالص لكن انا لو انا ليه علاقة بالله نفس يبقى انا اقدر ان انا صوم يعني المسيحة ما اتكلم وقال هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاة بيتكلم على حالة روحية للتلاميذ انتوش عارفوا تخرجوا الارواح الشريرة دي غير ما تصلوا وتصوموا ده معناها انه ده بيبني ايماني فانا لو انا مش بععد في وقت الصيام مستنى يا ربنا يبني ايماني لو انا بدخل من الصيام زي ما انا بخرج منه يبقى ايه لازمة الصيام